بسم الله الرحمن الرحيم الشعب السوداني الشامخ الكريم لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة تحييكم تحية الوطن الحبيب تحية الصورة في الاجتماع المشترك الذي انعقد امس لمجلس السيادة ومجلس الوزراء نالت لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة اشادة كبيرة من المجتمعين خاصة من قبل السيد رئيس مجلس السيادة والسيد دولة رئيس الوزراء والسادة وزراء شؤون مجلس الوزراء والسيد وزير المالية للجهد الكبير الذي تقوم به اللجنة وحي شباب اللجنة خاصة اخوتنا الشباب المتطوعين كما نوها الاخ رئيس مجلس السيادة لتكوين لجنة خاصة بالمؤسسة العسكرية لتصحيح اوضاع الشركات العسكرية لتسهم في تعافي الاقتصاد السوداني كجزء من مكونات ومغدرات الشعب السوداني العظيم كما بادر بمصادرة فندق قصر الصداقة في فترة سابقة في منطقة حلة حمد ببحري كحق مسترد للقوات المسلحة واهدائه لوزارة المالية كبداية للشراكة حقيقية بين الشركات المدنية والشركات العسكرية سبب المصادرة كانت إبان المجلس العسكري هي الإجراءات الغير غانونية والتي ستصهر للجميع في إحدى الغرارات الصادرة في هذا اليوم نعاهد الشعب السوداني في العمل ليل النهار من أجل استرداد أمواله المنهوبة والعمل بروح الصورة وروح الشراكة معا مدنيين وعسكر لنهضة هذا الوطن الحبيب وتعافي اقتصاده الوطني في أقرب وقت ممكن لكم الشكر وأعطيح الفرصة لأخي عضو مجلس السيادة الأستاذ الكريم محمد الفكيسي ليمان شكرا السيد الفريق أستاذ أعضاء اللجنة اللجنة قامت بعمل كبير جدا في الأيام السابقة ومتواصل عملها أيضا في الأيام الغادمة والواحد بقدر ما أنه هو سعيد للإنجازات الكبيرة اللجنة بقدر ما هو حزين على الطمع الكبير الذي وجده في الملفات التي اطلع عليها وحزين أيضا على كل الفرص الضائعة على بلادنا العزيزة بأن تنهض وأن تحتل مكانها بين الأمم عدد غليل جدا من الأبناء العاقين لهذه البلاد استولى على مغدراتها وخصصها لنفسه ووضع يده وبلغ الطمع مبلغ بأن يستولى إنسان واحد على ما يفوق المليون فدان من الأرض متناسي لأن الناس شركاء في سلاسة هي الماء والكلاء والأرض الأرض عندنا في أفريغيا تسمى بأم الموارد فكل مورد انتهي للأرض والصراع تاريخي ابتدى حول الأرض وكل الصراعات التي تدور في السودان تدور حول هذا المورد الهام عندما يستولى عدد من الناس على هذه الأرض فإنهم يعدون المسرح لأن يتغاتل الباغين على هذه الأرض حزين أيضا أن الناس فقدوا صغتهم في فترة سابغة في أن هذا الوطن وطنهم جميعا لذلك هرب مئات الآلاف وركبوا البحر وغرغوا في البحر لأنهم لم يجدوا فرصة واحدة في هذا الوطن استردادنا للأموال هو ليس استرداد للمال فقط وإنما استرداد لكرامتنا الوطنية واستردادنا لإيماننا بأن هذا الوطن وطننا جميعا واستردادنا لأن هذه المؤسسات التي أخذها البعض غير وجه حق بأنها ممتلكاتنا جميعا عندما أغرأ وأسمع من بعض الناس بأن ما تقوم به لن يتاسترداد الأموال أنه يشابه لعملية التأميم أدرك مدى التعمية التي يصر البعض على أن يذهب إليها ومدى المغالطات لأن هذه الأموال أموالنا أصلا ابتداء أنها أموال هذا الوطن السوداني عندما نسترد المغل النهري وسوف نسترد كل ممتلكاتنا في سودانير وفي الخطوط البحرية وفي كل شخص أخذ أي مؤسسة من مؤسسات الدولة لن نقوم باستردادها ولن نسحب تجاه أي شخص إلا من وجدنا أموالنا عنده ومن نجد أموالنا عنده سوف نأخذها ولن نتراجع عن ذلك لأن السورة التي فوضتنا فوضعتنا في هذا المكان بدماء عزيزة وطاهرة وغالية ونحن لا نستطيع أن نخون هذه الدماء مطلب لجنة التمكين هو أحد مطالب السورة الأساسية كما أردد دائما السلام وتحصين الوضع الاقتصادي والتفكيك دولة التمكين أعددنا عدد كبير جدا من الملفات لإنهاء تعاقد عدد كبير من الموظفين الذين حصلوا على هذه الوظائف بالتمكين ولكن ارطاءة لن تأجيل هذا الأمر إلى ما بعد شهر رمضان المعظم وفي هذه الأيام أيضا نحن نترحم الأرواح شهداء رمضان ونقول إننا لن نعامل منبغى بمثل ما عمل بذلك لأننا نرى إلى أبنائهم ونرى إلى أسرهم ونقول إن هذه الملفات ستصهر مباشرة بعد رمضان وهي ملفات في كل وزارات الدولة ومؤسساتها المختلفة استرداد هذه الأموال سوف يعزز وضعنا الاقتصادي لأن الدولة عندما بيعت مؤسساتها تحولت إلى مجرد جابي للضرائب فأصغلت على المواطنين وكاد أن يقول المواطنين في الشارع إنهم شهدوا من الحكومة النظام البائد الضرائب الباهزة والغصوة في جمعها كما درسنا في كتب التاريخ الغدي لأن الدولة لا تملك أي من المؤسسات اليوم استرد عدد كبير جدا من المؤسسات من شخص واحد استولى على أكثر من مليون فدان وملائين لمتار وأكثر من مئة ألف متر مربع على النيل وشركات متعددة سوف تسمعوا هذا الغرار الذي يتجاوز ممتلكاته أكثر من مليار دولار وهي مرحلة أولى فقط من شخص واحد كيف نهبت هذه البلاد وكيف أخذت هذه الأموال وكيف جيرت كل مقدرات هذه الأمة لصالح مجموعات صغيرة وتركوا أبناء هذه البلاد العزيزة يفترشون الأرض ويلتحفون السماء سيد وزير المالية كان أيضا حاضر معنا وإطلاع على هذه الأموال التي آل معظمها لصالح الوزارة مع هذا غرار واحد بعد المؤسسات التي أخذت من الدولة وخصصت وقفا لصالح منظمات غير حقيقية هذه الأموال المغوفة سفة عود لصالح وزارة الأوغاف بعد عزل نصار الوقف كل هذه الأموال كانت تسهب إلى منظمات هي التي جلبت علينا مزيد وكثير من التضييق والحصار لأنها كانت منظمات تعرفونها تعمل في مجالات هي تضر بالسلم الأمن الدولي لا أريد أن أطلع عليكم أترككم مع الصادة أعضاء لنا نتحدث في الملف الذي يحوي مزيد من العغارات والفنادق وشركات الاتصالات وغيره من الأشياء التي ستستمعون إليها والتي نستردها لصالح حكومة السودان شكرا جزيلا ورمضان كريم وكل سنة أنتوا طيبين سيد الوزير عمر منيس وزير مجلس الوزراء تفضل بسم الله الرحمن الرحيم أهلنا الطيبون في بقاع السودان شمالا وجنوبا وغربا ووسطا وأهلنا في مخيمات الزل في قيمات اللجوء في مخيمات النزوح وأبناء السودان في المهاجر نحييكم ونتمنى لكم صوما مقبولا وشهرا كريما لمناسبة حلول الشهر الفضيل نعم أخي محمد هذا هو الوجه الإنساني للجنة إزالة التمكين أن تقرر إرجاء اتخاذ القرار في إعفاء عدد كبير من منسوبي النظام المبات الذين حازوا على هذه الوظائف بصور غير شرعية مراعاة لأسرهم لأن الأسر لا علاقة لها ولا زنب لها في تلك الجريمة كما ذكر أخي أخي الفريق أول ياسر العطة رئيس اللجنة أجاز مجلسة السيادي والوزراء أمس في اجتماعهم التشريعي قانون لتعديلات تتم بمواجبه إدخال تعديلات في قانون لجنة التفكيك بما يعزز ويقوي ويدعم أداء هذه اللجنة وذلك القرار أو القانون يعبر أو يؤكد ويعبر عن إرادة المجلسين وكذلك الحرية والتغيير في النظر إلى هذه اللجنة بإنها واحدة من أدوات الأهداف الرئيسية للثورة ألا وهو التغيير تتحدث في قراراتنا عن استرداد أموال منهوبة أو تم امتلاكها وحيازتها بصور غير شرعية وبالفساد ولكن في الواقع هو جزء كبير من استرداد السودان عندما نقول أن النظام المبات اختطف السودان ما تطلعكم عليه اللجنة يؤكد ذلك النظام وعدباعه ورموزه حقيقة اختطفوا هذا الوطن لذلك عمل هذه اللجنة هو استرداد للوطن في الأول لعلكم تابعتم مؤخرا مع ازديات وطيرة قرارات اللجنة الكثير من التشويش في الوصايت والتشكيك في عمل اللجنة بينما كل مؤسات الفترة الانتقالية حريص كل الحرص أن تلتزم بأساسيات الدولة المدنية حكم القانون لذلك حتى القرارات وهي كثيرة تأخذ من اللجنة الكثير من الوقت مع وجود خبراء في القانون في عضوية اللجنة واستشارة كافة مؤسسات الدولة القانونية والعدلية لضمان عدالة القرارات التي تتخذ كذلك هناك من يسع إلى التشويش لقطاعات الشعب السوداني بأبر إطلاق أخبار كاذبة بإسم اللجنة فندعو مواطين الكرام إلى عدم الالتفات مثل هذه الإجراءات والأعمال بل العمل على وسعي إلى الاعتماد واستقاء المعلومات الخاصة بعمل اللجنة إما عبر اللجنة مباشرة أو صفحاتها في الوصائد المختلفة ونود أن نؤكد لكم بأن هذه اللجنة بكل الدعم الذي تجده من مؤسسات الدولة وقوى شعبنا الحية ستعبر بهذا الوطن إلى جانب إجراءات الأخرى لنصل إلى سودان خالي من آثار نظام الثلاثين من يونيو والسلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم في الأول أهني الشعب السوداني بشهر رمضان الكريم ونتمنى أن يكون شهر مبارك ويعود علينا بالخير واليمن والبركات اليوم نركز على فساد الذي تم في الثلاثين عاما واليوم هناك ملف يخص شخص هو ينتمي إلى الحركة الإسلامية وبدأ ضابط صغير فغاد شعر المسلحة في عام 1985 انضم إلى منظومة العمل الخاص في التنظيم العسكري وتم يعني عبر عمله الدخول في ملفات حساسة وسيطرة على أموال تقدر بأكثر من 2 مليار دولار طيلة الفترة التي كان يعمل فيها وتحول في ليلة وضحاها إلى رجل العمال كبير جدا وهو عبدالباصد حمزة تم طبعا دخوله إلى عالم الأعمال عن طريق عمله في إدارة العمليات الخاصة وكان يعمل أيضا في عدة مرافق أخرى تدبع القوات النظامية ولجأ إلى قطاع الاتصالات وهو قطاع قني جدا وكان هو يعمل رئيس مجلس دارة سوداتيل في فترة من الفترات ومعه عبدالعزيز عثمان وهذه السنائي سيطروا سيطرة كاملة على قطاع الاتصالات وتم في عهدهم بيع موباتيل بقيمة 10% من قيمة الأساسية بـ 1.3 مليار دولار إلى شركة أجنبية وشركة كانت تدور في اليوم 5 مليون دولار يوميا يعني كانت دخلها يساوي ما تم بيعه بها لو باعها بـ 1.3 مليار وتم استخدام تلك الأموال في استثمارات خارجية في أفريقيا في غرب أفريقيا في السنغال في مورتانيا في ناجيريا في مالي وتم تأسيس شركة اسمها إكسبريسو وهي التي كانت تمتلك كل هذه الأموال وتم توزيعها بشكل يعني مرتب في حسابات سودا تيل لكن إكسبريسو كانت تسيطر على هذه الأموال ولم يعد منها إلى السودان إلى القليل جدا فتم استثمار هذه الأموال خارج السودان لصالح عبدالباصط حمزة وآخرين وأسرة الرئيس المخلوع وبعد ذلك تم تأسيس شركة أخرى لاتصالات وهي أريبة وتم تحويلها بعد ذلك إلى أم تي إن وأم تي إن هي استثمار خارجي ولكن عبدالباصط هو من أكبر المساهمين في شركة أم تي إن فراءة اللجنة يعني هناك كثير من القرارات ولكن القرار الأساسي نحن فقدنا غطاء الاتصالات وخاصة بموبيتين موبيتين تم بيعها وبالتالي كانت هي الآن بعدما تم بيعها ساهمت مساهمة كبيرة في نقل الأموال إلى خارج السودان وأضعفت الاتصال السوداني وكانت هي سبب رئيسي في قلق التخفيض للجنه السوداني بشكل والتضخم الذي حدث ويحدث يوميا في السودان فصدر اليوم قرار رغم 173 استرداد أسهم شركة لاريكم للاستثمار المحدودة في شركة MTN سودان المحدودة استنادا على المادة أربعة الفغرة ثلاثة والمادة سبعة الفغرة واحد والمادة اتناشر الفغرة ثلاثة داش ستة من قانون تفكيك نظام السلسين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 وفقا لسلطات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال نصدر القرار آتي نصه أولا استرداد 30 مليون سهم و918 و367 سهم من شركة لاريكم للاستثمار المحدودة من أسهم شركة MTN سودان المحدودة لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ثانيا تسجل الأسهم محل القرار باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ثالثا على ديوان المراجع القومي الشروع فورا في مراجعة حسابات شركة MTN السودان المحدودة وفقا لقانون ديوان المراجع القومي لسنة 2015 رابعا على الجهاد ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ الفريق ياسر العطع عبد الرحمن عضو مجلس السيادة ورئيس لجنة إزالة التمكين الغرار رغم أيضا طبعا توسع في أعماله وشملت قطاعات عديدة اقتصادية حيوية من ضمنها قطاع التسويق مثلا عفراء مول هناك طبعا شركة استرداد قرار رغم 174 استرداد أسهم شركة MZK هي للمجمعات التسويقية المحدودة استنادا على المادة 4 الفغرة 3 والمادة 7 الفغرة 1 ب والمادة 12 الفغرة 3 داش 6 من قانون تفكيك نظام 30 من يونيو 1989 ويزال التمكين لسنة 2019 وفقا لسلطات لدينا إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال نصدر القرار آتي نصه أولا استرداد عدد 2.143.186 سهم من شركة مجموعة الزوايا للتنمية والاستمار المحدودة من أسهم شركة MZK للمجموعات التسويقية المحدودة لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ثانيا استرداد عدد 2.440.000 سهم من مجموعة الزوايا للتنمية والاستمار المحدودة من أسهم شركة MZK للمجموعات التسويقية والمحدودة لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ثالثا استرداد عدد 383.061 سهم من عبدالباصد حمزة الحسن محمد خير من أسهم شركة MZK للمجموعات التسويقية المحدودة لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي رابعا استرداد عدد 91.675 سهم من شركة الزوايا الخدمات المحدودة من أسهم شركة MZK للمجموعات التسويقية المحدودة لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي خامسا تسجيل أسهم محل القرار بأسهم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي سادسا على ديوان المراجع القومي الشروع فورا في مراجعة حسابات سركة MZK للمجمعات التسويقية المحدودة وفقا لقانون ديوان المراجع العام لقانون لسنة 2015 سابعا على جهاد ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ الفريق الركن ياسر العطى عبد الرحمن عضو مجلس السيادة الانتقالي رئيس لجنة إزالة التمكين القرار أيضا استرداد أسهم عبد الباصد حمزة في فندق الخرطوم روتانا استنادا على المادة أربعة الفغرة أربعة الفغرة ثلاثة والمادة سبعة الفغرة واحد با والمادة اتناشر الفغرة ثلاثة داش ستة من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة تمكين لسنة 2019 ويفغل لسلطات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد أموال تصدر الغرار الآت نصهم استرداد أسهم عبد الباصد حمزة في شركة زوايا المستقبل 31% من الأسهم لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تسجل أسهم محل القرار باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ثالثا على ديوان المراجعة القومي الشروع فورا في مراجعة حسابات شركة زوايا المستقبل رابعا على الجهاد ذات الصلة وضع القرار وموضع التنفيذ الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطى عضو مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة طبعا عفرامول والسلام روتانا سابقا الآن خرطوم روتانا هما طبعا تم إنشاءهم في أرض تدبع أيضا لحكومة السودان والأرض التي إنشاء فيها عفرامول هي حوالي 45 ألف متر مربع تم الاستيلاء عليها بواسطة المدعو عبد الباصد حمزة وتم تخصيصها كمساهمة له في إنشاء عفرامول وكذلك في فندق الخرطوم روتانا سابقا كان السلام روتانا وستواصل قرارات لأن هناك ممتلكات كثيرة جدا واستثمارات عديدة في غطاعات عديدة في مجالات عديدة وتم كما ذكر السيد الرئيس المناوب لللجنة تغدر قيمة الأملاء المستردة بأكثر من 1 و2 من 10 مليار دولار وسيواصل الأشقاء والعزاء ويدي وطاها في بقية القرارات شكرا مساء الخير رمضان كريم أتمنى أن يود والبلاد تشهد تقدم نحو تحقيق أهداف السورة أيضا نشكر النايب العام ولجان التحقيق الذي أنشاهه النايب العام لأن الأمل الذي نقوم عليه الآن هي نتيجة التحقيقات جرت لعدة أيام بواسطة لجان شكلها النايب العام قرار رقم 175 استرداد أخارات من أبد الباسد حمزة الحسن محمد خير استناداً على المواد 4 الفقرة 3 والمادة 7 الفقرة أليف باء والمواد 12 الفقرات 3 وسيتة من قانون تفكيك نظام الثلاثين من 2018 وإزالة التمكين لسنة 2019 وفقاً لسلطات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال نزر القرار العاتي نسح أولاً تسترد الأخارات المبينة أدناه من المالك المسجل الضباسة حمزة حسن محمد خير لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي القطع رقم 109 مربع 9 كافوري الخرطوم بحري ولاية الخرطوم والبالغ مساحتها 750 متر مربع القطع رقم 34 مربع 5 جريف شرق القرطوم بحري ولاية الخرطوم ملكية دين والبالغ مساحتها 570 متر مربع الساجية رقم 8 مربع سواجح حلة كوكو بحري ولاية الخرطوم والبالغ مساحتها 19.8 حبل القطع رقم 640 مربع مطر المرقيات أمدرمان ولاية الخرطوم والبالغ مساحتها 561 فدان القطع رقم 127 على 25 مربع مطر الحلفاية بحري ولاية الخرطوم والبالغ مساحتها 15 فدان القطع رقم 127 على 26 مربع مطر الحلفاية بحري ولاية الخرطوم والبالغ مساحتها 15 فدان تسجل للعقارات محل القرار باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ثالثا على الجهازات الصلة وضع قرار موضوع التنفيذ الفريق رقم ياسر عبد الرحمن الحسن عاطة ودو مجلس السيادة رئيس اللجنة كذلك أيضا الخرار رقم 176 استرداد أقارات من شركة دلاري كوم للاستثمار المحدودة وهي أيضا شركة مملوكة لأبد الباصي حمزة استنادا على المادة 4 الفقرة 3 والمادة 7 الفقرة 1 باء والمادة 12 الفقرة 3 ستة من قانون تفكيك نظام 30 من يونيو 1989 وزارة التمكين لسنة 2019 وفقا لسلطات لجنة زارة التمكين ومحارف الفساد واسترداد الأموال نصدر القرار العادي نصف أولا تستردى الأخارات المبينة عدناه من المالك المسجل شركة دلاري كوم للاستثمار المحدودة لسالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي واحد القضع رقم 64 على 10 مربع 5 هلة حمد القرطوم بحري ولاية القرطوم والبالغ مساحتها 2385 فدان القضع رقم 64 على 11 مربع 5 هلة حمد القرطوم بحري ولاية القرطوم والبالغ مساحتها 3007 متر مربع القضع رقم 78 مربع 5 هلة حمد القرطوم بحري ولاية القرطوم مساحتها 12119 متر مربع ثانيا تسجل الأخارات محل القرار باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ثالثا على الجهات ذات الصلة وضع القرار موضوع التنفيذ القضع المذكورة هي تقى بالخرب من فندق الصداقة بخرطوم بحري قرار رقم 177 استرداد أخارات من شركة ذاتنا العالمية للاستثمار المحدودة استنادا على المادة 4 الفقرة 3 والمادة 7 الفقرات ألف با والمادة 12 الفقرة 3 ستة من قانون تفكيك نظام الثلاثين منينيو لأم 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 ووفقا لسلطات الانية إزالة التمكين ومحارف السعاد والسرداد الأموال نزل القرار الآتي نفسه أولا تستردى الأخارات المبينة بإضناه من المالك المسجل شركة ذاتنا العالمية للاستثمار المحدودة لسالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي القطع رقم 64 مربع 5 حلة حمد القرطوم بحري ولاية الخرطوم والبالغ مساحتها 45 ألف و400 متر مربع من شركة ذاتنا العالمية للاستثمار المحدودة القطع رقم 64 على 8 مربع 5 حلة حمد القرطوم بحري ولاية الخرطوم والبالغ مساحتها 6056 متر مربع من شركة ذاتنا العالمية للاستثمار المحدودة القطع رقم 64 على 9 مربع 5 حلة حمد القرطوم بحري والبالغ مساحتها 4843 متر مربع ثانيا تسجل على قرارات محل الخرار باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ثالثا على الجهاز ذات الصلة ووضع الخرار موضوع التنفيذ القرار رقم 177 هي خاص بفندق الصداقة وايضا تم استيلاء بواسطة شركة لاريكم اللي هي مملوك لسيد عبد الباسد حمزة ستواصل اللجنة عملها وعمل اللجنة وجميع قراراتها مستندة وفقا للخانون وايضا للوسيقى الدستورية الذي نست على إزالة التمكين والمعبرة عن روح وأحلام وتموح الشعب السوداني نحو تحقيق أهداف السورة بإزالة دولة التمكين وبناء دولة معساسات يساعدنا جميعا شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم تحية للشعب السوداني وكل عمانتم بخير نواصل فيما صدر من قرارات من هذه اللجنة وكما ذكر المتحدث من قبل الأستاذ طاها القطع المشمولة بالقرار في حلة أحمد هي تشمل فندق قصر الصداقة والمباني المحيطة والبرجين المحيطات بفندق قصر الصداقة وبغية المساحة كلها في هذا المحيط قرار رغم 172 هو حقيقة مواصلة للقرارات السابقة المتعلقة بالنهب الذي تم لأموال الشعب السوداني باسم هذه الشركات هو الشركات عبد الباصد حمزة قرار رغم 172 استرداد العقارات المسجلة باسم شركة طريق ضنقلة أرقين للاستثمار المحدودة استنادا على المادة 4 الفغرة 3 والمادة 7 الفغرة 1 باء والمادة 12 الفغرات 3 و 6 من غانون تفكيك نظام السلاسين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 ووفقا لسلطات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال نصدر القرار الآتي نصه أولا تستردى العقارات المبينة أدنى من المالك المسجل شركة طريق أرقين ضنقلة المنطقة الحرة وشركة طريق ضنقلة أرقين للاستثمار المحدودة لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي واحد القطعة رغم 424 مربع 23 وادي حلفة والبالغ مساحتها 5 مليون متر مربع من شركة طريق ضنقلة أرقين للاستثمار المحدودة المنطقة الحرة حقيقة 5 مليون متر مربع هي حينما تم التخصيص أو حينما صدقت هذه القطعة منحت في الأول 50 مليون متر مربع تحتها نفسها الرغم 424 مربع 23 تم تعديل لاحق في المساحة وسجلت 5 مليون متر مربع الآن القطعة رغم 16 مربع 23 وادي حلفة والبالغ مساحتها 5 مليون متر مربع من شركة طريق ضنقلة أرقين للاستثمار المحدودة المنطقة الحرة القطعة رغم 16 مربع عجولة مركز دلقو الولاية الشمالية والبالغ مساحتها 359 ألف فدان من شركة طريق ضنقلة أرقين للاستثمار المحدودة ثلاثة الساقية رغم 23 حميد مربع حميد مركز عبري الولاية الشمالية والبالغ مساحتها 827 ألف فدان من شركة طريق ضنقلة أرقين للاستثمار المحدودة القطعة رغم 425 مربع 23 أرقين وادي حلفة والبالغ مساحتها 5 مليون متر مربع من شركة طريق أرقين ضنقلة المحجر البيطري القطعة رغم 1807 مربع 14 دنقلة الولاية الشمالية والبالغ مساحتها 10 ألف متر من شركة طريق ضنقلة أرقين للاستثمار المحدودة ستة إلغاء الترخيص رغم 8 زراعة على 2014 الممنوح لشركة طريق ضنقلة أرقين للاستثمار المحدودة المالكة لإسم العمل مشروع عجولة للإنتاج الزراعي الصادر من المجلس الأعلى للاستثمار الولاية الشمالية سبعة إلغاء الترخيص رغم 9 زراعة 2014 الممنوح لشركة طريق ضنقلة أرقين للاستثمار المحدودة المالكة لإسم العمل مشروع المستطيل الأخضر للإنتاج الزراعي والحيواني الصادر من المجلس الأعلى للاستثمار الولاية الشمالية ثانيا توصل لينة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتسجيل الأراضي محل هذا القرار بإسم حكومة السودان الولاية الشمالية ثالثا على الجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ الفريغ الرقم ياسر عبد الرحمن حسن العطى عضو مجلس السيادة رئيس اللينة قرار رقم 171 استرداد عقارات من الحاج عطل منان إدريس سعيد استنادا على المواد 4 الفغرة 3 والمادة 7 الفغرة 1 باء والمادة 12 الفغرة 3 6 من قانون تفكيك نظام السلاسين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 وفقا للسلطات الممنوحة للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال تصدر اللجنة القرار الآتي نصر أولا تسترد العقارات المبينة أدنى من المالك المسجل الحاج عطل منان إدريس سعيد لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي واحد القطعة رغم 11 مربع 93 الجريف قرب الخرطوم ولاية الخرطوم والبالغ مساحتها 573 متر مربع القطعة رغم 12 مربع 93 الجريف غرب البالغ مساحتها 406 متر مربع القطعة رغم 13 مربع 93 الجريف قرب ولاية الخرطوم والبالغ مساحتها 357 متر مربع القطعة رغم 14 مربع 93 الجريف غرب ولاية الخرطوم والبالغ مساحتها 356 متر مربع القطعة رغم 15 مربع 93 الجريف قرب الخرطوم والبالغ مساحتها 355 متر مربع القطعة رغم 16 مربع 93 الجريف غرب الخرطوم والبالغ مساحتها 409 متر مربع القطعة رغم 17 مربع 93 الجريف قرب الخرطوم والبالغ مساحتها 348 متر مربع القطعة رغم 18 مربع 93 الجريف قرب ولاية الخرطوم والبالغ مساحتها 350 متر مربع القطعة رغم 19 مربع 93 الجريف قرب الخرطوم والبالغ مساحتها 349 متر مربع القطعة رغم 20 مربع 93 الجريف قرب الخرطوم ولاية الخرطوم والبالغ مساحتها 348 متر مربع القطعة رغم 21 مربع 93 الجريف قرب 432 متر مربع القطعة رغم 22 مربع 93 الجريف قرب ولاية الخرطوم والبالغ مساحتها 348 متر مربع القطعة رغم 23 مربع 93 الجريف قرب الخرطوم والبالغ مساحتها 349 متر مربع 14 القطع رغم 24 مربع 93 الجريف غرب الخرطوم ولاية الخرطوم والبالغ مساحتها 350 متر مربع 15 القطع رغم 25 مربع 93 الجريف غرب الخرطوم والبالغ مساحتها 562 متر مربع 16 القطع رغم 26 مربع 93 الجريف غرب الخرطوم ولاية الخرطوم والبالغ مساحتها 355 متر مربع 17 القطع رغم 27 مربع 93 الجريف غرب الخرطوم ولاية الخرطوم والبالغ مساحتها 356 متر مربع 18 القطع رغم 28 مربع 93 الجريف غرب الخرطوم ولاية الخرطوم والبالغ مساحتها 356 متر مربع 19 القطع رغم 29 مربع 93 الجريف غرب الخرطوم ولاية الخرطوم البالغ مساحتها 389 متر مربع 20 القطع رغم 20 مربع 60 الدرجة الثالثة الخرطوم ولاية الخرطوم والبالغ مساحتها 460 متر مربع الخرطوم القطع رغم 1 على 46 مربع 9 سوب الصناعات والبالغ مساحتها 4668 متر 22 القطع رغم 473 مربع 2 الفتيح العقلين الخرطوم ولاية الخرطوم والبالغ مساحتها 630 متر مربع 23 القطع رغم 319 على 1 مربع المسعودية ولاية الجزيرة والبالغ مساحتها 15 فدان 24 القطع رغم 284 على 104 مربع حبيبة ولاية الجزيرة البالغ مساحتها 25 فدان ثانيا تسجل العقارات محل القرار باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي 25 ثالثا على الجهاد ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ الفريق الركم 26 ياسر عبد الرحمن حسن العطى عضو مجلس السيادة رئيس اللجنة 27 أيضا هناك غرار كثر الحديث حول الادعاءات والاتهامات 27 هذه اللجنة ترد الحقوق لأصحابها وترد المال لمستحقينه وأصحابه 28 كما نمكن أجهزة الدولة المختلفة من الوصول إلى الأموال التي تخصها أو تخص مشاريعها 28 صدر من قبل عدة قرارات تم حل بعض المنظمات 29 من ضمن هذه المنظمات المحلولة استردنا الأموال لصالح وزارة المالية 30 هناك بعض العقارات موقوفة وبالتالي هذا يحكمها قانون آخر وبالتالي تسترد بموجب هذا الغرار 30 قرار رغم مية وسبعين استرداد أعيان وغف عقارية 30 استنادا على المواد 4 الفغرة 3 والمادة 7 الفغرة 1 باء والمادة 12 الفغرات 3 و6 من قانون تفكيك نظام السلاسين من يونيو 5 وإزالة التمكين لسنة 2019 ووفغا لسلطات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال 6 نصدر القرار الآتي نصه 7 أولا تسترد العقارات المبينة أدنى لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لصالح هيئة الأوقاف الإسلامية 1 القطعة رغم 1 مربع 9 لام الخرطوم والبالغ مساحتها 4839 متر فاصل 8 من مؤسسة القدسة الدولية 2 القطعة رغم 229 على 6 مربع 34 التالتة الخرطوم والبالغ مساحتها 8824.4 متر مربع من منظمة الدعوة الإسلامية المحلولة 3 بموجب القرار رغم 156 الصادر من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال 3 القطعة رغم 229 على 5 مربع 34 التالتة الخرطوم والبالغ مساحتها 4943.2 متر مربع من منظمة الدعوة الإسلامية 3 المحلولة بموجب القرار رغم 156 الصادر من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال 4 القطعة رغم 614 مربع الروابي الخرطوم والبالغ مساحتها 378 متر مربع من من منظمة الدعوة الإسلامية 5 المحلولة بموجب القرار رغم 156 الصادر من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال 5 القطعة رغم 616 مربع الروابي الخرطوم والبالغ مساحتها 400 متر مربع من من منظمة الدعوة الإسلامية المحلولة 6 القطعة رغم 606 الصادر من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال 6 القطعة رغم 606 مربع الروابي الخرطوم والبالغ مساحتها 400 متر مربع من من منظمة الدعوة الإسلامية المحلولة 7 القطعة رغم 606 الصادر من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال 7 القطعة رغم 615 مربع الروابي الخرطوم والبالغ مساحتها 400 متر مربع من من منظمة الدعوة الإسلامية المحلولة 8 القطعة رغم 606 الصادر من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال 8- الغطع رغم 604 مربع الروابع الخرطوم والبالغ مساحتها 400 متر مربع من منظمة الدعوة الإسلامية المحلولة بموجب القرار رغم 156 الصادر من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال 9- الغطع رغم 605 مربع الروابع الخرطوم والبالغ مساحتها 400 متر مربع من منظمة الدعوة الإسلامية المحلولة بموجب القرار رغم 156 الصادر من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال 10- القطع رغم 607 مربع الروابع الخرطوم والبالغ مساحتها 400 متر مربع من منظمة الدعوة الإسلامية المحلولة بموجب القرار رغم 156 الصادر من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال 11- القطع رغم 229 على 3 مربع 34 الثالثة الخرطوم والبالغ مساحتها 8780.8 متر مربع من منظمة الدعوة الإسلامية المحلولة بموجب القرار 156 الصادر من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال 11- القطع رغم 613 مربع الروابع الخرطوم والبالغ مساحتها 394 متر مربع من منظمة الدعوة الإسلامية المحلولة بموجب القرار رغم 156 الصادر من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال 13- القطع رغم 4 مربع 67 الثالثة الخرطوم والبالغ مساحتها 1600 متر مربع من هيئة الدعوة الإسلامية المحلولة بموجب القرار رغم 128 الصادر من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال 13- القطع رغم 779 مربع 68 الثالثة الخرطوم والبالغ مساحتها 1193 متر مربع من منظمة الدعوة الإسلامية المحلولة بموجب القرار رغم 128 الصادر من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال 14- القطع رغم 776 مربع 68 الثالثة الخرطوم والبالغ مساحتها 1193 متر مربع من هيئة الدعوة الإسلامية المحلولة بموجب القرار رغم 128 الصادر من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال 16- القطع رغم 29 مربع 21 جبرة الخرطوم والبالغ مساحتها 2150 متر مربع من هيئة الدعوة الإسلامية المحلولة بموجب القرار رغم 128 الصادر من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال 17- القطع رغم 59 مربع 21 جبرة الخرطوم والبالغ مساحتها 750 متر مربع من هيئة الدعوة الإسلامية المحلولة بموجب القرار رغم 128 الصادر من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال 18- ثانيا تسجل العقارات والقطع محل القرار باسم هيئة العقاف الإسلامية 19- ثالثا عزل جميع نظار الوقف للعقارات محل القرار وإنعقاد نظارة الوقف على كل العقارات لوزير الشؤون الدينية والأوقاف أو من يعينه 19- وفقا لأحكام المادة ثلاثة من غانون ديوان الأوقاف القومية لسنة 2008 19- رابعا على الجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ 19- الفريق الرقم ياسر عبد الرحمن حسن العطاء عضو مجلس السيادة رئيس اللينا 20- دار أقول كما استمعتم ورأيتم الآن 20- يعني هذا التبديد وهذا النهب الذي كان يتم للمال العام ولمواطنين أريد أن أعطي حقيقة ملخص للقرارات الصادرة اليوم حاج عطل منان إدريس عدد القطع المشمولة بالقرار 24 قطعة المساحة بالأمتار 181.270 متر مربع كما ذكر المتحدثين المساحات الأقيمة فوق المشاريع عفرامول فندغ السلام روتانا مساحة الأرض عفرامول على 45 ألف متر مربع فندغ السلام روتانا 30 ألف متر مربع حينما أذكر ذلك لا يعني أننا قد استردينا العقارات لكن نقول أننا أصبحنا الآن حكومة السودان ممثلة في وزارة المالية أصبحت شريك في هذه المشروعات بالنسبة التي ذكرت من قبل الذين تلوا القرار من قبل وبالتالي أصبحت هذه المساحات مستردة كأموال للشعب السوداني شركة طريق دونجولة أرقين للاستثمار المحدودة المملوكة لعبد الباصد حمزة العدد القطع للشركة 5 قطع مساحة المستردة بالمتر 14.991.200 متر مربع الأفدنة 1.186.000 فدان استردت بموجب هذه القرارات الصادرة اليوم أيضا استردت أسهم شركة لاريكم للاستثمار المحدودة في شركة MTN سودان وأصبحنا الآن نمتلك الحصة التي كانت تمتلكها شركة لاريكم بموجب هذا القرار وهي 30.918.367 أيضا أسهم شركة مجموعة الزوايا للتنمية والاستثمار المحدودة في شركة MZK للمجمعات التسويغية المحدودة المالكة لعفراء مول أيضا عندنا 2.143.886 سهم ولذلك لأن الدولة أصبحت مساهمة صدرا من ضمن القرارات اللي هو أنه على المراجع العام أن يشرع فورا في عملية مراجعة حسابات الشركتين أو الثلاثة الشركات أيضا الأسهم المستردة من شركة مجموعة الزوايا في MZK قلتها 2.440.000 سهم من شخص عبدالباصد حمزة الأسهم المسجلة بإسمه مسترد منه 383.071 سهم من شركة الزوايا للخدمات المحدودة تم استرداد 91.605 سهم من أسهم شركة MZK للمجمعات التسويغية المحدودة عدد القطع المستردة من عبدالباصد حمزة الحسن محمد خير والمسجلة بإسمه 6 قطع مساحتها 2.883.520.600 فدان أيضا شركة لاريكم للاستثمار أيضا شمال الغرار جملة استرداد عغارات من شركة زادنا 56.299 متر مربع منظمة الدعوة الإسلامية لصالح الأوقاف 13 عغار 252.28.513.4 متر مربع مؤسسة القدسة الدولية المسترد منها عقار 1 4.839 متر فاصل 8 حيئة الدعوة الإسلامية أربع عقارات 5.793 متر مربع جملة المستردة من الدعوة الإسلامية 39.146 متر مربع جملة الأراضي والعقارات المستردة اليوم 79 عقار المساحة الكلية لها 35.411.114 متر مربع أمكن دل حصيلة بتاعة القرارات اليوم لكن دار أقول أنه لما نقول القطعة في بعض القطع مبنية طبعا عقارات يعني في القطع المتعلقة بحلة حمد في توارز وفي توارزات وفي مبنى الفندغ القديم في بعض العقارات سواء كانت المسجلة بأسماء الاشخاص المستردة منهم أو من الشركات أيضا دي عقارات مشيدة في بعض العقارات وطبعا غالب هذه العقارات وكيف كانت تتم هذه العمليات أن كل هذه العقارات كانت طرها للبنوك ويتم أيضا تسييل الأموال ووجود هذه العقارات وكثير منا محمل بكثير من الرهونات للمؤسسات المصرفية لكن هذا أيضا يعني أنا بقول أنه في النهاية ستعود كل الأموال مهما حملت ولذلك حينما أصدرت اللجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال قرارها بعدم الرهن أي عقار من قبل الجهاز المصرفي هذا قرار سابق يتجاوز الخمسة مليون جنيه كان القرار الأساسي إيقاف مثل هذا العبس الذي كان يتم بالمال العام وبهدد حتى اقتصادنا الوطني برهن هذا العدد الكبير من العقارات وتسييل هذه الأموال ومن ثم إخراجها من داخل الجهاز المصرفي وبرضو زي ما ذكروا المتحدثين من عن غبليه إن هي عمليات كانت ممنهجة لنهب أموال الشعب السوداني ما نريد أن نؤكده هذا اليوم أن هذا هو جهدنا الذي قمنا به في لجنة إزالة التمكين ولكن هذا الجهد أيضا بتعاون حقيقي من قبل النيابة العامة ونشكر الإخوة في النيابة العامة ولجان التحقيق المكونة من قبل والمشكلة من قبل النيابة العام التي تبزل معنا جهدا مقدرا ويعني بنقدره بنحترمه حقيقة وبنشيد بيو في الوصول إلى هذه المعلومات من خلال التحقيقات أيضا نريد أن نوضح نكتة نحن كل الذين نزعت هذه العقارات منهم منحوا الفرصة الكافية لبيان مصدر هذه الأموال وفشلوا جميعا أمام الجهات التحقيق وتم التحقيق في أن يبينوا مصدر هذه الأموال وبالتالي خضعوا لتحقيق بموجب قانون قصير الأموال بموجب قانون الثراء الحرام والمشبوه ولكنهم فشلوا في أن يبينوا أن هذه الأموال كانت نتيجة مصدر مشروع دون المخالفة للقانون أو دون فساد أو دون الاعتداء على أموال الشعب السوداني وحقوق الغير وبالتالي لم يكن أمام هذه اللجنة إلا أن ترد هذا المال لأصحابه وهم الشعب السوداني نقول نحن نواجه تحديات نعم نواجه تحديات ولكن كما بشر الرئيس اللجنة وعضو مجلس السيادة والرئيس المناوي وأيضا الأستاذ عمر بشير منيس وزير وزارة مجلس الوزراء بأنه هناك اتفاق تم إدخال تعديلات على هذا القانون بما يمكن اللجنة بأن تؤدي عملها بشكل أفضل نحن نقول سنسير في الطريق وإن شاء الله نكون على قدر المسؤولية التي حملتنا لها قوة الثورة وسننتصر بإذن الله ونفكك مؤسسات النظام البايد وكما نقول وكما قال الثوار كل مؤسساته وإعادة كل الأموال المنهوبة للشعب السوداني وخزينة الدولة الولية على المال العام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي شكرا جزيلا أنه يعني عندما نذكر أحد الأسماء طوالي بيصهر التساؤلات أنه دمش كله أمواله عنده أموال تانية وإنته في ملفات نحن لما نقول مثلا الملفة التي نعملناه اليوم حول عبدالباصد حمزة طبعا فعلا هذه ليست كل الأموال ورغم أنها تتجاوز المليار دولار ومليون فدان وغيره ولكن هذه الملفات التي عملنا عليها سواء كان عبدالباصد حمزة أو علي كرتي أو الحاجعة المنان أو غيره هذه غطرة من بحر نحن نعمل في عدد كبير جدا من الملفات نتمنى أيضا تعاون التام مع لجنة إزالة التمكين لجنة السورة بوابها مفتوحة في المجلس التشريعي لولاية الخرطوم البرلمان القديم الذي أعلن من داخله الاستغلال لعل استغلال السوداني عود من هذا المكان مرة أخرى في هذه الرمزية بهذا المكان الذي نكون له كل التقدير نحن نعمل خلال شهر الرمضان نتمنى أن نتواصل أي معلومة أي مساعدة لهذه اللجنة وأي دعم لجان المغاومة في جميع أحياء الخرطوم وفي خارجها أيضا كوننا لجان الولايات وبدأت تبتدر عملها نحن من هنا نوجه لجان الولايات بأنها تسرع في تكويل لجان المحليات حتى نتقدم في كافة الملفات في وقت واحد لذلك سيكون هناك عمل كبير أيضا منتظر خلال شهر الرمضان وسستطوالى اجتماعات اللجنة نتمنى من كل الذين يتابعون هذه اللجنة والتي أصبحت هذه المنصة تتعلق بها أفئدة السودانين بل لا يستمعوا إلى الأخبار من خارج أغنوات اللجنة اللجنة لها صفحة والعاملين باللجنة وعضويتها أيضا لهم صفحاتهم التي يمكن أن يقدموا فيها المعلومة هذه اللجنة تتعرض إلى حرب إعلامية دروس وإلى ضرب وإلى تكذيب وإلى فبركة الأخبار على لسانها لأنها فعلا قد وصلت إلى أماكن موجعة وفي الأسابيع الغادمة أيضا سوف تكون هناك عديد من المفات شكرا جزيلا لكم رمضان كريم تصوموا تفتروا على خير شكرا